هل الخلع له عدة وهل يجوز رجوع المرأة إلى الزوج بعد الخلع مرة أخرى مثل الطلاق وهل يتطلب موافقة الزوج على الخلع حتى يكون صحيحا واضح أن أخ عنده بحث عن الخلع فمحتاجنا نساعده فيه يعني يعني يرجع لمثل هذه التفاصيل لكن طبعا إجمالا يعني أيه الخلع له عدة طبعا له عدة اختلف هل هو يعني يعني قر ولا اتنين ولا ثلاثة زي الطلاق وفي خلاف هل هو حيضة ام اتنين ام ثلاثة يعني نعم على خلاف بين الفقاء في التفصيل يعني لأنه الخلاف ناتج عن أنه هل ده فرقة فراق ولا طلاق تمام الاعتبره فراق بيعتبر أنه يعني حيضة واحدة أو قر واحد يكفي يقول لي اعتبره طلاق اعتبر أنه هو ايه ثلاث حيضات يجوز الرجوع للمرأة إلى الزوج بعد الخلع نعم يعني بس ده على الخلاف اللي بيعتبر هل فراق فيعتبر ده مش معدودة ولا طلاق بتعتبر ده طلقة محسوبة نعم الخلع له الخلع بيكون عند القاضي القضوة اللي بيخالع المرأة بالمعنى الزوج رفض ايه اذا قابل الزوج بالمقابل خلاص ده رأي رفض ورفع الأمر للقاضي فالقاضي اللي بيقرر تمام جزاكم لو خيرا